بتفكر تشتري غسالة ومحتارة تشتري غسالة فوج اوتوماتيك ولا غسالة اوتوماتيك بالكامل وانت بتشتري غسالة يديدة اكيد بتبحسي وبتختاري وبتدوري على الافضل والمناسب ليك النهاردة هنعرفك الفرج ما بين الغسالة الفوج اوتوماتيك والغسالة الاوتوماتيك بالكامل وإلا هيناسب احتياجاتك بس في البداية لو انت اول مرة تشوفينا بنتمنى تنزل تشترك معنا في قناة معرض منزلي للأدوات المنزلية لأننا مهتمين بكل تفاصيل البيت عندك بنجداملك فيديوهات وريفيوهات ومراجعات لكتير من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية المنزلية وكمان بنعرفك الأصلي من التجليد وبنساعدك في اختيار منتجاتك فلو أنت مهتمة يلا لايك للفيديو واشتراك للقناة وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلينا نوضح لك ونشرح لك الفرجة ما بين الغسالة الفوج أوتوماتيك والغسالة الأوتوماتيك الكاملة طبعا الغسالة من الأجهزة الكهربائية المهمة وتعتبر من السلع المعمرة اللي لازم تعيش معاك فترة كبيرة وتستخدميها لمدة طويلة وطبعا لما بتشتري غسالة بتكوني عايزة حاية تعيش معاك فترة كبيرة وتساعدك في البيت وتسهل عليك أمورك في بيتك فإحنا النهاردة هنوضح لك الفرج ما بين الاتنين وعلى حسب احتياجاتك هتعرف المناسب ليك إن شاء الله يكون إيه في البداية الغسالة الفوج أوتوماتيك ده نوع من الغسالات اللي بتكون بتحميل عالوي الغسالات الفوج أوتوماتيك مشهورة بإن هي طبعا سهلة الاستخدام وتقدر تضيفي لها الملابس في أي وقت أثناء التشغيل وهي شغالة تقدر تضيفي ملابس براحتك أهم المميزات اللي بيتميز الغسالة الفوج أوتوماتيك إن انت حضرتك تقدر تضيفي ملابس أثناء دور التشغيل بالإضافة لكده هي أكتر متانة وملأمة لغسل الملابس الكبيرة زي البطنيات تقدر تستخدميها وتخسل فيها البطنيات بكل سهولة وطبعا تكلفة الصيانة لها بتكون جليلة مش كبيرة واستهلاكها للمية بيكون جليل أما من أكتر العيوب اللي في الغسالة الفوج أوتوماتيك إن هي بتستهلك وقت أطول في بعض الدورات وكمان بتستهلك كمية كبيرة من المسحوج ومفهاش خيارات متقدمة في الغسيل كتير ده بالنسبة للغسالة الفوج أوتوماتيك أما الغسالة الأوتوماتيك اللي هي بتكون بالكامل فهي غسالة زي التحميل أمامي بتتميز بعدة مميزات وبرضو فيها عيون الغسالة الأوتوماتيك بتتميز إن هي بتوفر العديد من الخيارات المتقدمة في برامج الغسيل المختلفة وإن حضرتك تقدر تزبط درجة الحرارة اللي تناسبك مميزات الغسالة الأوتوماتيك بالكامل أولا أن هي بتوفر كتير من البرامج والخيارات الملأمة لنوعية الملابس اللي حضرتك بتحطيها ثاني ميزة فيها أن هي بتتميز بأداء غسيل عالي وكفاءة في إزالة البقع ثالث ميزة فيها أن هي أكتر كفاءة في استهلاك الطاقة رابع ميزة فيها عملية دوران وتشفيف أسرع وده يعني أن الملابس هتكون أقل رطوبة بعد الغسيل مفيش حقية إلا زي ما لها مميزات أكيد بيكون لها عيوب فمن عيوب الغسالة الأوتوماتيك اللي هي بالكامل أن حضرتك بعد ما بتشغليها مستحيل تضيفي لها ملابس تانية بعد بدء الضورة ثاني مشكلة وعيف في الغسالات الأوتوماتيك وهي مشكلة الصيانة فالصيانة بتكون أغلى من الإصلاح ثالث مشكلة فيها أن هي بتحتاج لمكان واسع عشان تسبتيها فيه اختيارك بين الغسالة الفوج أوتوماتيك والغسالة الأوتوماتيك بالكامل بيعتمد على متطلباتك الشخصية فحضرتك إذا كنت بتفضل المرونة في إضافة الملابس وإن بتحتاج للغسالة أن تتحمل أوزان كبيرة أو أحجام كبيرة فهيكون بالتأكيد الغسالة الفوج أوتوماتيك هي الاختيار الأفضل بالنسبالك أما إذا كنت بتدوري على كفاءة في الغسيل واستخدام أقل للطاقة وتنوع برامج الغسيل زي ما احنا اتفاجنا فساعتها هيكون اختيارك للغسالة الأوتوماتيك بالكامل هيكون هو الاختيار المناسب والأفضل والأمثل لك في النهاية بنتمنى أن احنا نكون بنساعدكم في اتخاذ القرار المناسب لشراء سواء غسالة أو بتجاز أو أيا كان الحقيقة اللي حضرتك بتشتريها بنتمنى نكون بنفيدكم ولو بالقليل من خلال الفيديوهات والريفيوهات اللي بنقدمها على القناة بنتمنى في النهاية نعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مشعار بكل جديد صلوا وسلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاي كتير بنشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته